جولة جديدة من المفاوضات الاممية الهادفة لاحداث اختراق في الجمود السياسي الذي يكتنف مشاورات السلام المتعثرة منذ اكثر من عام بدأ والد الشيخ جولته المكوكية من الرياض حيث ناقش مع الرئيس هادي الموضوعات المتعلقة بالسلام وافاقه المتاحة والممكنة حسب وكالة سبا الرسمية ووفق الوكالة فان الرئيس هادي رحب بالسلام المبني على المرجعيات المعلنة بينما اكد والد الشيخ وجود حزمة من الافكار الهادفة لبناء ثقة وكان من اللافت تثمينه للجهود المبذولة من اجل استئناف مكاتب الامم المتحدة عملها من داخل عدن بنظر مراقبين فان المبعوث الاممي يسوق جملة افكاره السياسية تحت ايطار المبادرة الانسانية وتتضمن المبادرة التي تحدث عنها والد الشيخ امام مجلس الامن الاسبوع الماضي خمسة ملفات رئيسية وهي تعزيز سيعة ميناء الحديدة ورفع الحظر عن مطار صنعاء ودفع مرتبات الموظفين ورفع الحصار عن تعز والافراج عن الاسرى والمخفيين قسرا فتح مطار صنعاء يبدو اشبه بمقايضة الانسحاب الحوثيين من الحديدة لكن رفع الحصار عن تعز بنظر محللين هو الامر الجديد حيث اضحى التعز ضمن اهتمام الامم المتحدة بعد ان ظلت رهينة لمبالة لقاء هادي مع المبعوث الاممي تزامن مع لقاء اخر بين الشرعية وواشنطن جدد فيه مساعد وزير الخارجية الامريكي ديفيد ساترفيلد دعم مساندة الشرعية في مواجهة الحوثيين والارهاب المساندة الامريكية المعلنة للشرعية والسلام وتحرك الامم المتحدة من زاوية الجوانب الانسانية هذه المرة يطرح السؤال القديم الجديد هل يمكن ان تسهم هذه التحركات في حياء السلام ونقل اليمنيين من معارك السلاح الى طاولة المفاوضات